الصحافة ليست جريمة محاولة جديدة لتكميم الأفواه وتخوين الصحفي اليمني لكن هذه المرة من قبل أطراف خارجية إنشاء قوائم وتوزيع اتهامات وتحريض وتهديد لمنع وصول الصورة الكاملة لكل اليمنيين قوائم جديدة نشرتها وسائل إعلامية إماراتية تستهدف مؤسسات إعلامية وعدد من الصحفيين خطوة لتكريس المنبر الواحد ومحاولة لإسكات الصوت الناقد لانتهاكات حقوق الإنسان ما نشرته وسائل إعلام إماراتية اعتبره البعض انتهاكا صارخا لكل المواثق الدولية التي تكفل حق التعبير وتحريضا صريحا على كل من ورد اسمه في تلك القوائم والتقارير الإعلامية إنعكاس الخلاف الخليجي الخليجي على المشهد اليمني بحسب متابعين أصبح له بالغ التأثير على حياتهم وحرياتهم المهنية شهد العامان المنصرمان اعتداءات متواصلة على الصحفيين وجراء مصاريخة بحق الصحافة احتلت اليمن خلالها مركزا متقدما في قائمة الانتهاكات التي تطال الإعلاميين ومؤسساتهم تعرض الصحفيون للشيطن من قبل الحوثي وتم انتهاك حقوقهم بعدها ويتعرضون اليوم لنفس الشيطنة وبنفس اللغة من قبل بعض الأطراف وكأن الوضع المتردي الذي تعرفه الصحافة اليمنية منذ الانقلاب والاجتياح ومحاولات تركيع الصحفيين وتضييق الخناق عليهم من قبل أطراف سياسية وأخرى عسكرية لم يعد كافية على اتساع رقعة التهديدات يبدو جدار الحماية أكثر هشاشة أمام موجة العنف التي تطال حياة الصحفيين وتحمل تهما بالإرهاب والتخوين ضدهم دعوات أطلقها نقابيون وناشطون بإدارة صراعات الخليجيين بعيدا عن الإعلام وإيقاف تحريض المؤسسات الإعلامية الإماراتية على الصحفيين اليمنيين والزج بأسمائهم في تصفيات حسابات خليجية يعرف الجميع مغزاها